هنروح لكرة السلة واللي تابعنا مباراة مبارح على شاشة قناة النادي الاهلي مع المصرية للاتصالات وفوزنا الحمد لله فرق عشر نقاط اثنين وتمانية اثنين وسبعين والمباراة الحقيقة كانت فيها اداء كويش شاهدت عودة الكثير من الغيابات وكان ابرزهم سيف سمير كان احمد اسماعيل الوافد الجديد من الدولي السعودي يعني كان مجموعة من اللاعبين شاركوا انه عودة ايهاب امين لمستوى المباراة التانية على التوالي بعد عملية الزايدة يعني شاهدت عودة الكثير من اللاعبين لمستوىهم الفريق بيستعد بقادة مستر اجوستي بوشتة طبعا لقطات من المباراة مبارح مستر اجوستي بوش بيستعد لمباراة الجمعة الجاية مباراة يوم الثلاثة احنا النهاردة مفروض الاربع مباراة الجمعة القادم بيستعد المباراة مصر التأمين مباراة قوية جدا أنا أفكركم مصر التأمين نجح أنه يفوز علينا في ملعبنا فالمباراة دي لها كذا هدف طبعا بره ملعبنا مع مصر التأمين خاصة مصر التأمين تعرضت لعدد من خسارات المتتالية وأنهما الحقيقة يعني في الدور ده مش عاملين نتاك كويسة زي المصاري للتصالات وطيب مبارح شفنا طبعا ترتيب عدد ترتيب الجدول من جديد أنت عارفين كل مباراة في المنافسات الحامية دي بيحصل ترتيب أو عدد ترتيب مرة أخرى الاتحاد السكندري في الصدارة وورا النادي الأهلي بس إحنا بنفس رصيد النقاط 14 نقط طب ليه هو الأول فرق نقطتين نقطتين في إيه في السكور هما الاتحاد المصري يمد الأولوية للنقاط المباريات يعني أنت فست بتاخد نقطتين خسرت نقطة مجموعة حصيل النقاط بتاعتك من المباريات ده ترتيب طب لو تعادلنا بيروح على النقاط اللي انت حققتها أو سكور اللي انت حطيته سكور الماتش اللي انت حطيته واللي دخل فيك ويتراحهم من بعض ويطلع القيمة الفرق ما بيننا وما بين الاتحاد اتنين بونت بس اتنين بونت بس فعشان كده الاتحاد بقى الأول يعني احنا تعريبا متعدلين في كل شيء النادي للاتحاد لقى هزيمتين من المصرية للاتصالات ذهابا وعودة النادي الأهلي لقى أخسرتين أيضا من المصري تأمين مباراة ومباراة من الاتحاد اسكندري فإحنا متعدلين في كل شيء بس المباراة المباراة الحقيقة كان فيها بعض الأمور اللي جابية جدا أولا زي ما قلنا لحضراتكم عودة مجموعة كبيرة جدا من الغيابات الحاجة التانية أن مستر أجوستي بوش يعني ما تخلاش عن سياسته سهل جدا المدرب يا جماعة يحافظ على ست سبع لعيبة في الملعب يكسب تلاتين بونت عشرين بونت والناس هتسقف وتبقى مبسوطة جدا ولكن هو مش باصص لده هو باصص أنه لما يوصل للأدوار الإقصائية يبقى كل اللاعبين جاهزين وفورمة ومشاركين وتحطوا في مواقف المباراة تؤهلهم للمشاركة في الأدوار الإقصائية اللي هي الأهم والأقوى ومباراة الحسم دايما بيسموا الأدوار الإقصائية هي مباراة الحسم طب أنا فرحة قلبي أنا بكسب عشرين داتين بونت بكسب مرائح دلوقتي بس لما أطلع في الأدوار الإقصائية بقى عندي ست سبع لعيبة هوب العيب منهم اتصاب هوب دخلت في الدوامة ويحصل الأزمة اللي احنا كنا بنشوفها السنوات اللي فات دلوقتي مستر أجوست هو بيعمل إيه لا مصر طب لما بيحصل دروب في الملعب ما بيتأثرش الكلام ده وبيفضل محافظة على لعيبة في الملعب يعني إيه يعني ما بيطلع ست لعيبة دوله وبينزل بنش بلايرز بيحصل إن بيحصل دروب في الملعب وده مش مطلوب مش مفروض إن يحصل المفروض اللعيب قاد على البنش جاهز يشارك حتى لو ما زودش السكور على القالة السكور اللي عمله زمايلي لقبل مني ما ينزلش فطبعا بوارد إن ده ينزل فالسكور بينزل ومع ذلك هو بيسر ما بيسحبش اللعيبة وبيسر على وجودهم في الملعب عشان يكتسبوا الخبرات عمر الجن ده عمل سلسلة من المباراة 4-5 مباراة و4 وعمر طريق مباراة عمل أحلى مطش في الدور ده الحقيقة هاي السيف سمير عمل مطش كويس أحمد إسماعيل هنصبع عليه طبعا ده أول مباراة ليه مع الفرقة يمكن ما تمرنش تمرين 2-3 على بعض هاب أمين مباراة نجح في السلسيات وعلى فكرة من مطش سبورتنج اللي فات وهاب أمين كويس طيب اللي احنا شايفين وشايفين الفرقة شكلها أحسن يمكن الدروب اللي حصل نتيجة الإصابات الإجهاد وكلام ده وطبعا وده طبيعا الفرقة up down شوفنا مباراة حصابة هاب أمين لو نقدر يا جماعة نجيبه نتطمن عليه بقى كتر خيركو هاب أمين مباراة حشوفنا أنه هو اتعور يعني خد أكيد يعني جرح في أورته نتيجة التحام المحترف بمصايا التصالات ولكن برضو إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة حتى لو غرزة أو اتنين يقدر يلعب المباراة الجادي ما تعطلوش في البسكت عادي الغرس دي بتتاخد وبتلعب عادي ويا ما احنا خدنا غرس في وشنا وفي جسمنا وكنا بنلعب عادي يعني هاب أمين من لعبة الرجالة جدا جدا ودي حاجة مش هتعطله فاحنا الحمد لله هاي دي الإصابة سبحان الله أنتوا لسه يعني يعني بشكركم اللسه بتكلم عنها والإصابة جات أهو حتى وقع على الأرض وحاول هو يعني يعني اللعبة دي احنا من برحة تكلمنا عنها وهو مصاب وحسب دم على وشه بس كان بيجري في الدفاع عشان يلحق اللعيب الوايد أوبين اللي هياخد أوبين شوت وهو كان الحقيقة من الحاجات وده مش غريب على هاب أمين وده سر أن هاب أمين متميز روحه ولعبه وطبعا اللعب الأمريكي محترف للمصيدة الصلاة ألف سلامة برضو أصيب وخرج وخد غرز ولكن هاب أمين من لعبة الرجال آه ياريت لو نعيدها تاني برضو نفكر الناس بالموقف ولكن في الآخر يعني الدنيا الحمد لله في البسكت الدنيا أحسن الأمور بتمشي خطوة خطوة نتاج اللي جاي أتوقع أنا أنها تتحسن الأداء يتحسن عايزين نوصل أدوار الإقصائية لعبة الشهر اللي جاي منتخب مصر مش هيشارك فيها فده طبعا يعني ده هيبقى ليه انطباع يعني أن الدورة هينتزم يعني كنا قلنا لو منتخب مصر راح هينتزم